السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وإياكم أهو الحب الكرام جيناكم بموضوع جديد من مواضيع موسوعة الهندسة المدنية بعنوان أخطاء في تنفيذ حديد التسليح بداية يا أحباب لما يكون عندنا حديد تسليح سواء لصقف سواء لقاعدة سينجل فوتين كومبايند فوتين كرافت فوندوشن أي يكن لا بد يا كرام من ربط السياخ الحديد السياخ حديد التسليح هذه اللي تتلاقى مع بعضها البعض أنا عندي هذا سيخ يا أحبة عندي هذا سيخ وهذا سيخ وهذا سيخ ونفس الفكرة عندي أسياخ متعامدة معها نلحظ تعمل لي مثل شبكية هذه الأسياخ عند الالتقاءات يجب ربطها بسلك التربيط سلك التربيط أو يسمى سلك التشريك طبعا وسلك التربيط اللي يزيد عن الربط خلاص نقصه الشاهد يا كرام أن الربط يكون إما بشكل عمودي بشكل مائل عفوا هكذا وإما أن يتم الربط بشكل واحد نعم الثانية لا يعني نلحظ هنا ايضا هذه كماءة لها لاحظوا لما نأتي له نربط الأسياخ قد تقول لي ما استطيع أن أربطها كلها لا مانع نربط هنا بربطة هنا بدو الربطة هنا بربطة هنا بدو الربطة ثم هنا بربطة وهنا بدو الربطة وهاكذا يا أحباب هنا بالعكس نعمل ربطة هنا هنا لا نعم الربط هنا هنا لا نعم الربط هنا وهكذا ثم هنا نفس الفكرة فالمهم أنه لابد من عمل تربيط لأسياخ حديد التسليح ببعضها البعض من الخطأ يا كرام عدم تربيطها أو ترك أسياخ كثيرة بدون تربيط وهذا يا أحباب مشاهد وواقع مع الأسف تجد ببعض المشاريع خاصة المشاريع اللي ما عليها رقابة هندسية وسواه تجد ربما يربط لك السيخ بثلاث أربع التقاءات لا يربط السيخ وهذا خطأ يا أحباب أيضا يا كرام من الأخطاء الشائعة وهو ترك حديد التسليح كما هو الحال بهذه الصورة أنا عندي مياه جوفية هنا في هذه القاعدة في هذه الحفرة جاء وترك لي هذه المياه تطفح للأعلى هذا خطأ المفروض لما يكون عندي مياه جوفية وأنا عارف أنه عندي مياه جوفية أنه يتم تنزيل الغطاصات بحيث أعمل شفط لهذه المياه بحيث نعمل سحب لهذه المياه حتى لا تطلع هذه المياه فيما بعد وتصل إلى حديد التسليح لأن هذه المياه يا كرام لما تصل إلى حديد التسليح وطبعا هنا هذه القاعدة لا شك أنه فيها حديد تسليح للقاعدة ولهذا لاحظوا هذا سيخ هذا حديد العمود فإذا عندي حديد تسليح القاعدة مغطى كله بالمياه وهذه المياه الجوفية تؤثر على حديد التسليح مما قد يؤثر عليه بحيث يصيبه الصدأ فإذا أصاب الحديد الصدى هذا يؤثر على الخرسانة نفسها فيما بعد ويضعف الخرسانة يا كرام أيضا من الأخطاء الواردة وهي عدم التقيد بمسافة التلامس بين الأسياخ ما معنى هذا يعني أنا عندي والله سقف على سبيل المثال طوله 40 متر عندي سيخ حديد وصل إلى هنا سأضطر أن أعمله أوفرلاب مع سيخ ثاني ثم سيخ ثالث وهكذا هذه المسافة طبعا يا أحباب لها قيمة معينة المفترض أن نتقيد بهذه القيمة يعني مثلا لو قال لك والله المسافة التشريك بين السيخ والسيخ 60 سنطة فهذه من هنا إلى هنا 60 سنطة لهذا السيخ ومن هنا إلى هنا 60 سنطة للسيخ الثاني المربوط معه المشرك معه بسلك التربيط هذا فما يأتي ويعمل ليها بدل 60 سنطة والله 30 سنطة لا لابد أن أتقيد بالمسافة المطلوبة يا أحبابنا الكرام لاحظوا هذه الصورة هذه الصورة واضحة جدا فيها تكفيف مبالغ فيه في حديد التسليح يعني واضح حديد التسليح أكثر من الحد اللازم أكثر من القيمة المطلوبة إما زاد للعدد زاد للأقطار كذا الشاهد يا أحباب أنه لما يتم زيادة السيخ الحديد بالحد الأكثر من اللازم يحصل عندي إيش؟ يحصل عندي تعشيش في الخرسانة ظاهرة التعشيش في الخرسانة اللي هي عبارة عن وجود فراغات في الكونكريت نفسها فجوات فراغات ظاهرة في الخرسانة وهذا أيضا يضعف للخرسانة ما هو المثل الشهير كل ما يزيد عن حده ينقلب إلى ضده أنت لما تزيد في حديد التسليح هنا هذا الأمر ما هو جيد تقول والله الحديد يقاوم الحديد جيد للتنشن وكذا ومدري إيش نعم لكن بقدره تعطيه قدره تقدر له قدره ما تزيده عن الحد المطلوب ولهذا لابد من أنه اللي يعمل الحديد واللي يضع الحديد هو اللي يحددها المهندس المصمم ما هو العمل عشوائيا هذا مع الأسف موجود أيضا تجد ببعض المشاريع ما يعملون تصميم للمنشع مع الأسف تجده مباشرة هو المهندس من رأسه أو المقاول من رأسه يقول له ضعبي كيفك وهذا ذكرني هذا بأحدهم أراد أن يبني مباني تجارية مباني تجارية يعني يريد يبيعها ما يريد هو يسكن فيها أصلا يريد يبيعها شقق فجاء بالمهندس فقط للسمعة فقط أنه يعني والله عندي مهندس في المشروع وإلا فجاء هذا صاحبنا يقول له للمهندس صمم لي يلا المشروع على أساس نبدأ وهم بدأوا بالتنفيذ والمهندس جاء قال له يلا بأبدأ بالتصميم صمم لك إيش والمهندس ما الله المستعان وصاحبنا المهندس هذا ما كان يعرف أصلا كيف يصمم مع الأسف مهندس حديث تخرج ما يعرف كيف يصمم فقال له كيف يعني أصمم قال له ما تعرف كيف يعني تصمم قال له لا ما أعرف كيف يعني أصمم الله المستعان فجاء صاحبنا يسأل أصحابه كذا إذا عندكم مشاريع حديد تسليح حتى يرى القواعد كم يكون عدد الأسياخ فيها وما أدراني إيش وأعطاها كذا من عنده صاحبنا هذا أخذ إيش أخذ تصميم من مشروع آخر وأخذ يعمل عليه اللي هو النسخ واللصق وهذا موجود بكثرة مع الأسف مع الأسف الشديد والله المستعان طيب فالشاهد يا أحباب أنه لابد من إشراف هندسي ولابد من تصميم هندسي لأن هذه أمانة هذه أمانة هذه أمانة ما ينبغي أبدا أن نتساهل أو نتهاون في الموضوع هذه أرواح أبرياء اليوم منطقتنا ما فيها زلازل لا تعلم قد تحدث هزة أرضية يوما ما قد يحدث زلزال يحدث شيء غير متوقع تأتي أحمال ما هي متوقعة ما أحد يعلم بالغيب لا ندري إيش ممكن يصير فلابد يا أحباب على الأقل لن أقول والله لن أقول تصميم ضد الزلازل لا لكن على الأقل يكون عندي تصميم على الأقل عندي تصميم للمنشأ ما هو موضوع مجرد حديد بشكل عشوائي بحيث لا قدر الله لو حدث حادث معين أو شيء معين ينهار هذا المبنى على من فيه هذه أرواح أبرياء هذه أرواح أبرياء هذه أمانة يعني الإنسان المهندس والمقاول اللي يعمل بشكل عشوائي دون ما يتقيد بالأسس الهندسية طرح هذا إنسان هذا ظالم هذا يظلم الناس الأبرياء اللي سيسكنون هذا ظالم والله سبحانه وتعالى قال ألا لعنة الله على الظالمين هذا ظلم الشهد يا أحباب نرى في هذه الصورة تكثيف مبالغ فيه في حديد التسليح هذا أشي يسبب لما يأتي وقت الصب للخرسانة نصب بالخرسانة الكونكريت لاحظوا المسافة بين الأسياخ لاحظوا قليلة جدا بل تكاد تكون معدومة بالتالي الخرسانة لن تستطيع إنها تدخل وتمتزج مع الحديد مئة بالمئة فسيظل عندي فراغات في الخرسانة وهذا خطأ كبير ينبغي عدم لا ينبغي عدم المبالغة في وضع حديد التسليح وطبعا يا أحباب المسافة بين السيخ والسيخ يجب أن نترك لها مسافة معينة بحيث لا تقل المسافة بين السيخ والسيخ عنها يعني المسافة بين السيخ والسيخ هذه لا تقل عن هذه المسافة اللي هي إيش إما 2.5 س إما 2.5 س إما قطر أكبر سيخ حديد موجود في البيم أو في العمود مثلا عندي البيم فيه فيه سيخ 20 ملة اللي هو 2 س وإما قطر حبة الحصى مضروبة بـ 1.3 يحددها المهندس المصمم فأخذ الرقم الأكبر بين هذه الحالات الثلاث بحيث تكون إيش يكون هو أقل مسافة بين السيخ والسيخ المنوم ديستانس يعني مثلا لو كانت معي أكبر مسافة أكبر رقم من هذه الثلاث هو الـ 2.5 فأقل شيء ممنوع يكون المسافة بين السيخ والسيخ أقل من 2.5 لماذا؟ حتى تدخل الخرسانة بين الأسياخ حتى تستطيع الخرسانة أنها تدخل بين الأسياخ نلحظ في هذه الصورة يا كرام عندي الغطاء الخرساني في الكاميرات الأرضية اللي هي في الميد يجب أن لا يقل عن 5 سنتيمتر طفا يا أحباب من الخطأ أنه وهذا أيضا موجود مع الأسف تجده يضع لك حديد التسليح هذا للبيم ملتسق تماما مع ملتسق تماما مع الخشب هذا خلل كبير يا أحباب لا بد من إبعاد حديد التسليح عن الصبة الخارجية ما هو أنا الآن لاحظوا عندي هذا حديد تسليح طولي في الغريد بيم أو في الغراوند بيم أو الميدا وعندي هذا الخشب بعد الصب هذا الخشب سيزال طب لما يزال هذا الخشب لما يزال سيصير عندي مسافة بين الحديد وبين نهاية الميدة الكونكريت اللي هوية 5 سنطي ليش 5 سنطي لأن أنا واضع هذا سبيسر بسكوت وهذا البسكوت كم عرضه عرضه أصلا 5 سنطي وهذا اللي يجب أنه نعمله بكل العناصر الخرسانية الملامسة للتربة يجب أنه نبعد حديد التسليح عن الخشب بمقدار لا يقل عن 5 سنطيمتر مثل إيش مثل القواعد القواعد المنفصلة أو المشتركة أو الراف فونديشن حديد التسليح فيها يجب أنه يبتعد عن الجوانب من هنا إلى هنا يبتعد أيضا بخمسة من هنا إلى أسفل أيضا يبتعد بخمسة من هنا إلى الجوانب أيضا يبتعد بخمسة طيب حديد رقبة العمود أيضا نفس الفكرة يبتعد بخمسة سنطي ليش لأن هذا الرقبة العمود ستكون موجودة ضمن الردم سيردم فيما بعد بعد ما ننفذ القواعد سنردم هذا فكل عنصر خرساني ملامس للتربة أو ملامس للمياه ملامس للمياه مثل إيش مثل جدران الخزانات جدران المسابح هذا ملامس للمياه كل عنصر خرساني ملامس للتربة أو للمياه نبعده عن الخارج نبعد حديده عن الخارج بما لا يقل عن 5 سنتيمتر اللي هو نسميه الكونكريت كفر الغطاء الخرساني طيب العناصر الخرسانية اللي ليست ملامسة لا للتربة ولا للمياه مثل ايش؟ مثل عمود يعني مثلا عندي هنا هذي قاعدة قلنا وهذي رقبة عمود وهذي ميدا هنا صار عندي مثلا أرضية الدور الأرضي على سبيل المثال فوق الميدا وهنا عندي عمود هذا العمود عمود الدور الأرضي الحديد يبتعد ليس بخمسة سنطي وإنما بثنين ونصف سنطي بعض الأكواد بثلاثة سنطي طيب الصقف أيضا حديد الصقف يبتعد بثنين ونصف سنطي ليس بخمسة سنطي لماذا بثنين ونصف؟ لأنه ليس ملامس لا لتربة ولا لمياه أما هذه الميدا ورقبة العمود والقواعد هذه ملامس للتربة بالتالي نعمل لها غطاء خرساني لا يقل عن خمسة سنطي متر طبعا يا أحباب أخيكم مهدس محمد نوافي يقدم ثلاثة دورات دورة تكاد الاحترافية ودورة حساب الكميات ودورة إعداد مهندس موقع محترف لمن يريد التسجيل في إحدى هذه الدورات أو يريد أخذ أكثر من الدورة طبعا نعمل خصم يتواصل معي على الخاص يا أحباب طيب يا كرام أيضا من الأخطاء الواردة في حديد التسليح هو تخزين حديد التسليح على أرضية المشروع على التربة هكذا بشكل مباشر والصحيح أنه يجب رفع الحديد لاحظوا هنا مثلا يعني هنا للتوضيع على الأقل وضع خشبة بحيث يرفع الحديد عن الأرضية هذا هو الواجب يا كرام لماذا يا أحبة يجب رفع الحديد عن الأرضية بخشب أو بغير الخشب المهم يرتفع عن الأرضية حتى لا يلامس التربة لأن التربة قد يكون فيها أملاح وهذه الأملاح لو وصلت لحديد التسليح تسبب له الصدأ يا كرام كذلك يجب تغطية الحديد من أعلى إذا كان موضوع في أرضية المشروع يعني بالإضافة لإني أرفعه عن الأرضية أغطيه بشادر بنيلون بأي شيء من أعلى حتى لو قدر وحدث أمطار بأمر من الله سبحانه وتعالى لا يصل إلى الحديد فيصيبه الصدأ ويجب أن لا يتطول مدة تخزينه في أرضية المشروع حرصا على حماية هذا الحديد طيب يا شباب لو كان عندي حديد تسليح أصابه الصدأ وأنا أريد أني أستخدم هذا الحديد أريد أني أستخدمه يعني أنا والله لم أنتبه حخزنته في الأرضية المشروع هكذا أو حخزنته بمكان معين وأصابه الصدأ مع المدة ولم يستخدم مباشرة يا ترى هل يحق لي أني أستخدمه في صبت عمود في صبت ساق في صبت سلم كامرة قاعدة كذا نعم ما عندي مانع لكن بشرط إيش أنه يتم إزالة الصدأ عن الحديد طيب كيف يزال الصدأ عن الحديد عندي أكثر من طريقة أستخدم الفرشات المعدنية عبارة عن فرشات يتم فرق السيخ فيها حتى يزال عنه الصدأ أو يتم استخدام الأحماض الأحماض يا كرام عبارة عن مواد كيميائية تستخدم أيضا لإزالة الصدأ عن الحديد أو نستخدم الرمالة وهي رش الرمال على حديد التسليح بحيث إيش؟ بحيث يزيل عنه طبقة الصدأ لكن يا أحباب بالمناسبة بالنسبة لموضوع رش الرمال اللي نراها بهذه الصورة إذا كان عندي صبة الرمال هذه اللي نرشها على الحديد حتى نعالجه من الصدأ لما أريد أني أصب قبل الصب بمدة أرش الرمال عليها بمعنى إيش؟ بمعنى أنه طريقة العلاج علاج الحديد بالصدأ من خلال رشه بالرمال يجب أنك تصب بالعنصر الخرساني خلال 24 ساعة من رش الرمال على الحديد حتى لا يذهب مفعوله وتأثيره واضح؟ فأنا رشيت الحديد بعد ما طبعا يعني لما يمسك العمال الحديد ليضعوه للعمود عادي يكون فيه صدأ ما عنده مانا كذلك لما يعملوه على الصقف أيضا يكون عليه صدأ ما عندك مانا لكن الفكرة أين؟ الفكرة قبل ما تصبه للصقف أو للعمود تأتي وترش الرمال عليها وخلال 24 ساعة من تاريخ وضع الرمال على الحديد يتم صب العنصر الخرساني بالخرسانة أيضا يا كرام من الخطأ وضع الكانات بشكل مائل وضع الكانات بشكل مائل خطأ كبير يا أحباب والصحيح إنه الكانات توضع بشكل رأسي تماما رأسي تماما ما فيها ميول في الكاميرات واضح؟ سواء ميد كاميرات أرضية أو كاميرات عادية طيب بالأعمدة بالأعمدة تكون الكانات أفقية تماما أيضا ما تكون مائلة وإنما تكون أفقية تماما يا أحباب طيب طبعا الكانات كما تعرفون تستخدم لمقاومة قوى القصف الخرسانة اللي هي الشير فورس لاحظوا هذه الصورة هذه الصورة تظهر فيها حديد تسليح وهذا السياق الحديد مثلا على سبيل المثال عليها أوساخ ربما صدع ربما خرسانة قديمة ربما غبار أتربة أي يكون من الخطأ يا أحباب إنه يتم صب العنصر الخرساني وحديد التسليح عليه مخلفات مثل صدع مثل أتربة مثل رمال مثل غبار أي يكون الصحيح أنه يجب تنظيف الحديد من أي مخلفات عليه بحيث يصير بيور يعني نظيف كليا حديد مئة بالمئة لماذا يا أحباب حتى لما أتي وأصب بالخرسانة تلتحم وتلتسق الخرسانة بهذا السيخ لو كان هذا السيخ عليه مواد مخلفات مخلفات مثل الزيوت والصدع والخرسانة القديمة وغيرها هذا يضعف التصاق الخرسانة مع الحديد واضح فلهذا قبل ما نصب يجب تنظيف أسياخ الحديد من أي مخلفات لاحظوا يا أحباب حديد التسليح للصقف لما يصل إلى نهاية الصقف يجب أن يعكف على شكل حرف L هذا السيخ لما يصل للنهاية يعكف على شكل حرف L لاحظوا هنا الأسياخ كيف تعكف على شكل حرف L من الخطأ أنك تترك السيخ بشكل أفقي فقط شكل أفقي فقط هذا خطأ والصحيح أنك تعمله عكف يعكف السيخ للداخل لداخل البيم لماذا؟ حتى يلتسق السقف مع الكاميرات بشكل أفضل يا أحباب حتى يكون السقف مباشرة على الكاميرات طبعا كما تعرفون أن الأحمال تنتقل من الأسقف إلى الكاميرات ثم من الكاميرات ينتقل الحمل إلى الأعمدة يا أحبابي الكرام طيب عندي لاحظوا هذه الصورة وهذه مع الأسف بعض المهندسين يعني يرسلوا ليعب على الخاص في المشاريع عندهم عندهم لما يستخدموا صب أعمدة مثلا وعنده عمود على سبيل المثال هذا العمود عرضه مثلا ستين سانتي يأتي ويضع الألواح ألواح إيش؟ ما هي ألواح بلايوود وإنما ألواح التزانة اللي هي خشب المرين هذا فخشب المرين هذا عرضه عشرة سانتي للوح فيأتي ويضع له كم عد الألواح اللي سيضعها؟ يضع له ست ألواح هنا لاحظوا لا ليس ستة عفوا يضع له سبع ألواح بحيث يصير سبعين من هنا إلى هنا واضح؟ حتى يعمل له غطاء خرساني من هنا وغطاء خرساني من هنا فيصير عنده من هنا زيادة سبعة ونصف سانتي سبعة ونصف سانتي واضح يا أحباب؟ ومن هنا ثنين ونصف سانتي هو يزيد له عشرة سانتي كاملة واضح؟ طبعا سبعة ونصف سانتي نوعا ما محمولة نقول محمول نوعا ما من هنا إلى هنا سبعة ونصف سانتي زيادة محمولة ومع هذا سبحان الله يعمل لك تشرخات أما والحال بمسافة كبيرة مثل هذه أو تزيد عن عشرة سانتي بين الحديد وبين نهاية العمود هذا غلط يا كرام ليش؟ لأن هذا يعمل لي شروخ انكماش في الخرسانة هنا الخرسانة تتشرخ يصير عندها شروخ انكماش إذا زادت المسافة بين الحديد وبين نهاية الخرسانة والصحيح أن المسافة بين الحديد وبين نهاية الخرسانة يعني ماكسموم ماكسموم لا تزيد عن سبعة سبعة ونصف سانتي متر يا أحباب ومع هذا سبعة ونصف أحيانا يحدث فيها تشرخات انكماش طيب من الخطأ يا أحباب وضع حديد التسليح الرأسي بشكل عشوائي وعدم التقيد بالمسافات يعني نحن نعرف يا أحباب أن المسافة بين السيخ والسيخ هذا يجب أن تكون متساوية مع المسافة بين السيخ والسيخ هذا كذلك متساوية هنا متساوية المسافات هذه كلها تكون متساوية يا أحباب فالأسياخ توزع بشكل منتظم ومع هذا يا كرام هذه المسافة بين السيخ والسيخ يجب أن لا تزيد عن 15 سنتيمتر حسب الكود الأمريكي ممنوع تزيد عن 15 سنتيمتر طيب لو زادت عن 15 سنتيمتر هل يوجد شيء في الكود الأمريكي يعني يحدثنا عن هذه النقطة نعم الكود الأمريكي يقول لك لو زادت المسافة بين السيخ والسيخ عن 15 سنتيمتر في العمود فإنه يجب عمل التاي بين الأسياخ إيش يعني التاي اللي هي مثل كامرة عفوا مثل البيئة مثل استراب كان تربط للسيخ مع السيخ المقابل له كان تربط للسيخ مع السيخ المقابل له تعال أرسلم أرسمها لكم هنا يا أحباب الكرام هذه الاستراب وهذا العمود الخارجي هذه الاستراب كلنا طيب وعندي الحديد الحديد التسليح سيخ سيخين ثلاث أربع سيخ سيخين ثلاث أربع طيب شاهد يا أحباب لو زادت المسافة قلنا بين السيخ والسيخ عن 15 سنطي فقال لك الكود الأمريكي تضع تايل تايل هي هذه كاميرا تربط الأسياخ هذه مع بعضها البعض يا أحباب كما نرى في هذه كان عفوا تربط الأسياخ مع بعضها البعض كما نرى في هذه الصورة طبعا أنا بدل ما أقول كان قلت كاميرا سامحوني يا أحباب يعني يا أخيكم مهدس محمد دواف عنده أكثر من دورة فكثرت الشرح يا أخذ عقلي على أي حال يا أحباب التاي هذه هي عبارة عن سترب تربط السيخ بالسيخ المقابل له يا كرام طيب أيضا يا أحباب من الأخطاف في تنفيذ الحديد هو إذا كان عندي هذه هذه حديد علوي وهذه حديد سفلي للبيم لاحظوا هنا ما عندي حديد بالمنتصف هذا خطأ ليش خطأ يا بش مهندس لاحظوا أنا عندي هذه بيم وعندي هنا سيخ حديد لاحظوا وليكن هذا السيخ العلوي وهذه السيخ السفلي طب كم ترك مسافة بين السيخ العلوي والسيخ السفلي وليكن من عندي كله أربعين سانتي أو خمسة واربعين سانتي خمسة واربعين سانتي طريق شباب أيش خمسة واربعين سانتي يعني خمسة واربعين سانتي كونكريت فقط فقط كونكريت بمسافة خمسة واربعين سانتي أنتم متخيلين أنه عندي خمسة واربعين سانتي فقط خرسانة عادية بدون 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 مجرد عفوا خرسانة بدون حديد السياق حديد ايش سيصير سيصير عندي شروخ انكماش يصير عندي أحباب شرينكيج كراكس شروخ انكماش هنا بهذه بهذا المسافة بهذا العمق الـ 45 سنتي حتى لا يحدث عندي شروخ انكماش في هذا العمق أعمل ايش آتي وأضيف حديد تسليح إضافي في المنتصف واللي هو نسميه حديد الانكماش أو يسمى حديد البرندة يوضع سيخان طبعا حسب الكود الامريكي يا أحباب إذا زادت ارتفاع البيم عن 60 سنتيمتر فإنه يجب وضع حديد تسليح في المنتصف إذا زادت المسافة عن 60 سنتي يجب ارتفاع الكاميرا يجب وضع حديد تسليح في المنتصف منعا لشروخ الانكماش اللي ذكرناها يا أحباب طيب لاحظوا عندي هنا يا كرام بالأسقف تعرفون يا شباب أنا لو عندي سقف وهذا السقف طوله 30 متر ما عندي سيخ والله بطول 30 متر أقصى طول للسيخ عندي 12 متر سيخ الحديد طيب فأنا أخذت هنا سيخ سأضطر أني أعمل إيش overlap توصيل توصيل السيخ مع السيخ الثاني منطقة التوصيل هذه يا أحباب الكرام ب منطقة التوصيل يا كرام منطقة التوصيل هذه يا أحباب بالأسقف عندي إذا كان عندي مثلا flat slab أو solid slab مكون من طبقتين أنتم عارفين أنه solid slab إذا زاد سمك للسقف عن 16 سنطي لا نكتفي بوضع طبقة تسليح سفلية فقط وإنما نضع طبقة تسليح علوية الشاهد فإذا كان عندي solid slab ولا كان عندي flat slab يا أحباب نحرص على إيش عملية توصيل الأسياخ اللي هي مسافة التلامس هذه بين السيخ والسيخ المسافة اللي يلتسق فيها السيخ مع السيخ الأسياخ السفلية يتم توصيلها عند الأعمدة يعني هنا السيخ قادم من البحر الأول وصل إلى هذه المنطقة منطقة الأعمدة هنا عند العمود أعمل الأوفرلاب لاحظنا هنا عند العمود أعمل الأوفرلاب للجهة الثانية لاحظنا كيف يا كرام هذا بالحديد السفلي طيب الحديد العلوي للسقف بالعكس الحديد العلوي يكون الأوفرلاب بالمنتصف بين العمود والعمود بمنتصف البحر بمنتصف المسافة بين الأعمدة نضع الحديد العلوي الأوفرلاب طبعا ليش يا أحباب يلاحظوا معي ما هو منطقة الأوفرلاب أو منطقة الاتصال للسيخ مع السيخ هذه منطقة نوعا ما يا أحباب تعتبر ضعف لاحظنا لو كان السيخ كامل مرة واحدة يكون أقوى أما لما يكون عندي توصيل هذه فيها ضعف واضح طيب أنا الآن عندي عندي هذا سقف هذا سقف هنا عندي عمود هنا عندي عمود لما يتعرض هذا السقف إلى لود إلى حمل إيش اللي سيصير سيصير من هنا عندي ضغط من أعلى وهنا من أسفل شد واضح الكونكريت نفسها يعني أنا تخيل أنه عندي فقط كونكريت الكونكريت نفسها يا أحباب طراها قوية هنا بالكمبراشن قوية في الضغط تتحمله لكن هنا من أسفل بالشد ضعيفة إيش يصير يصير عندي ديفلكشن واضح يتكسر بل يعني فعليا يتكسر الخار السقف هذا يتكسر إذا كان عندي أحمال قوية قادمة عليهم من أعلى واضح ليش؟ لأنه ضعيف من أسفل تبدأ بشروخ يسيرة ثم سرعان ما ما يتكسر طب حتى أمنع هذا أضع إيش؟ أضع حديد التسليح السفلي لأن حديد التسليح هو قوي بالتنشن وقوي بالكمبراشن فهو يتحمل لأحمال الشد اللي من أسفل اللي لا يستطيع الكونكريت نفسه اللي يتحملها الكونكريت يتحمل لكن ما يتحمل التنشن فأضع الحديد الحديد يتحمل التنشن واضح يا أحباب ولهذا لماذا لو سألت كمهندس مدني لماذا يوضع حديد التسليح كمادة بناء مع الخارسانة يوضع لأنه يتحمل أحمال الشد اللي لا تستطيع أن تتحملها الخارسانة لوحدها كذلك يا أحباب يوضع حديد التسليح مع الخارسانة لقوة التصاق الحديد بالخارسانة ولأن معامل التمدد الحراري للخرسانة قريبة من معامل التمدد الحراري للحديد بالتالي هذا يجعل أنه ما يصير بينهما انفصال يا كرام الشاهد يا أحباب الكرام من كل ما ذكرت أنه هنا بمنطقة المنتصف يكون عندي maximum moment صح ولا لا لما نرسم البندق moment diagram هنا هذه منتصف المسافة بين العمودين هي maximum moment فهي أكثر منطقة معرضة إلى العزوم واضح يا أحباب maximum moment أكثر منطقة معرضة إلى العزوم بالتالي ما آتي وأجعل الحديد السفلي منطقة الالتقاء هنا منطقة الأوفرلاب هنا هذا خطأ وإنما أعملها أين منطقة الالتقاء للسيخ مع السيخ أعملها عند الأعمدة واضح بحيث يكون العزوم من أسفل صفر أو يعني ما يتأثر ما تتأثر بينما هنا العزوم بأعلى حالاته طيب بالعلوي العلوي بالعكس العلوي يا أحباب العزوم من أعلى هنا نضع الحديد هنا يتم توصيل الحديد العلوي لأن العزوم من أعلى يكون أيش يكون صفر يا كرام واضح ولا نعمل التوصيل العلوي عند منطقة الأعمدة هذا يا أحبابي بالنسبة ليش هذا بالنسبة للسقف طيب يا باش مهدسين بالنسبة للرافت الرافト فاونديشن بالعكس الرافت فاونديشن بالعكس واضح الرافت فاونديشن لو عندي هاتيvan رافت فاونديشن وعندي هونه هذا عمود و هونه هذا عمود حديد التسليح السفلي نعمله التوصيل بالمنتصف بين الأعمدة والحديد العلوي نعمله التوصيل عند منطقة الأعمدة ايضا يا احباب لنفس السبب بسبب العزوم هنا تكون العزوم الصفلية عند المنتصف تكون يعني صفر واضح يا أحباب لهذا نعمل الحديد الرافت فونديشن بعكس الأسقف يا أحباب طيب هذه صورة اللبشة حصيرية يا كرام طيب يا أحباب معلومة أخرى لو كان طول السيخ كامل يمتد من العمود الأول للعمود الثالث لاحظوا يعني أنا عندي هذه يا أحبابي الكرام معلأسف أظن ضيعت ضيعت الشارة اللي أشرح منها معلأسف لا أدري أين روحت لا حول ولا قوة ألا بالله تمام هذه سامحونا يا أحباب هذه أول مرة أضيع الشارة اللي أشرح منها طيب يا أحباب الله المستعان لو كان عندي يا كرام حديد تسليح سيخ حديد تسليح طيب هذا السيخ مثلا أنا عندي هذا عمود وعندي هذا عمود وعندي هذا عمود البعض مع الأسف لا أدري يعني من أخبروه من قال له أنه تضع الأسياخ هكذا بين كل عمودين ثم تضع أسياخ ثانية بين الأعمدين ماه ضروري يا أحباب لو كان عندي السيخ يصل من العمود الأول للعمود الثاني أو الثالث عفوا خلاص اتركوا على طوله هذا أفضل أصلا وأسهل ويعطينا وقت أفضل يا أحباب واضح ما هو ضروري تأخذ تقصقص للحديد بين كل عمودين واضح يا أحباب هنا لاحظوا خطأ كبير يحدث في الأسياخ وهو خاص يا أحباب يا شباب بالميد والكمرات خاصة في الميد الحديد التسليح السفلي نوعا ما يصعب على المقاول تربيطه مع الكانات فلهذا نحرص وبشدة على تربيط السياخ الحديد السفلي مع الكانات لاحظوا هنا يا أحباب ايش اللي صار اللي صار انه صاحبنا الأخ العامل هذا لم يربط السياخ السيخ السفلي مع الكانات فاللي صار انه حدث له إزاحة حدث للسيخ إزاحة إلى اليمين واضح وهذا خطأ فترك مسافة كبيرة بين الأسياخ وبين الخارج عدا انه لما أثناء صب الخرسانة قد يزاح أكثر السيخ فيترك لهذه المنطقة فراغ فنحرص على تربيطهما بسلك التربيط يا كرام وسلك التربيط الزائد نعمد إلى قصه طيب لاحظوا هذه يا أحبة في القواعد المنفصلة بالسنجل فوتينج وفي القواعد المشتركة الكمبايند فوتينج اللي فيها أكثر من عمود القواعد المشتركة القواعد المنفصلة اللي فيها عمود واحد فقط يا أحباب السيخ ترى نعمل على كامل طول القواعدة يفضل ذلك سواء الفرش أو الغطاء سواء قاعدة كومبايند فوتينج ولا سنجل فوتينج إلا بحال لو ذكر لك بالمخططات خلاف هذا يعني لو قال لك بالمخططات والله عندك أوفرلاب خلاص تتقيد بالمخططات لكن هو غالبا ما يعطيك أوفرلاب في القواعد المنفصلة والقواعد المشتركة ولهذا يفضل أنه يتم عمل السيخ كله بنفس الطول سواء للفرش أو للغطاء نضعه مرة واحدة يا كرام في القواعد طيب لاحظوا هذا الحديد هذا يا أحبة حديد التسليح السفلي هذا للقواعدة المنفصلة فرش وغطاء في التجاه الطويل والقصير وهذا اللي في المنتصف يا أحباب حديد العمود المشار إليه بالسهم هذا حديد العمود عندي يا كرام القاعدة المنفصل السينجل فوتين كما تعرفون فيها حديد تسليح سفلي فقط واضح؟ طيب أحيانا يضع لك بعض المصممين حديد كابل هو هذا الحديد الكابل من أعلى لكن لاحظوا أنتم أنه حديد الكابل هذا ما يوضع على كامل القاعدة يعني أنا ما أضعه على كامل القاعدة لاحظنا وأنه موضوع فقط عند منطقة العمود هنا لتثبيت حديد تسليح العمود هذا حديد الكابل وطبعا يا كرام حديد الكابل كثير من الأكواد العالمية لا تشترطه يعني ما تجد له ذكر في الكود لما تقرأ الكود ما تجد له ذكر وبالتالي كثير من المهندسين اليوم باتوا يحاولوا قدر الإمكان تجنب تصميم القواعد مع وضح السياخ الكابل لا سيما بسبب ارتفاع أسعار الحديد المرتفعة وتخيل لو عنده ثلاثين ولا أربعين قاعدة منفصلة مع أربع خمس أسياخ في كل قاعدة يعني يكون عندي كل فزائد على المشروع ويقتصر المقاول على تثبيت السياخ العمود دون الحاجة لوضع حديد الكابل من خلال وضع أخشاب معينة على أي حال يا أحباب لو كان عندي كابل كحديد يوضع من أعلى يا أحباب هذا السياخ الحديد الكابل يجب أن تكون ملتسقة تماما مع أسياخ العمود ما تكون بعيدة عنها أصلا الكابل يا كرام الغاية منه تثبيت حديد العمود واضح؟ فيجب هو مع الأسف مع الأسف مع الأسف صار كثير من الأعمال الهندسية ينظر للأمور اللي هي أصلا موضوعة لشيء معين وهم يعملوها فقط من ناحية شكل يعني هو معتاد أنه والله عندي حديد كابل ما دام عندي قاعدة منفصلة عندي حديد كابل والحديد الكابل قريب من العمود فهو ما يدري أصلا يعني يعمل ولا يدري أصلا ليش إيش الغاية من حديد الكابل واضح؟ الغاية الأولى لما لما ذكروا حديد الكابل لتثبيت حديد العمود طبعا أيضا هو جيد من ناحية الشرنكج وغيرها يا أحباب لا شك كحديد علوي أيضا يعني عنده يعني يعني ميزات أخرى لكن هذا هو السبب الرئيس فلابد من تربيط حديد الكابل بأسياخ العمود وحديد الكابل يا أحباب ما تضع لي يا والله هكذا مائل تضع لي هكذا مائل من أسفل لأعلى لا يكون الحديد الكابل أفقي تماما نلحظ حديد الكابل يكون أفقي تماما بدون أي ميول يا أحباب الكرام طبعا يا كرام من الخطأ أن يتم تعميم عدد أسياخ الكوابيل للقواعد المنفصلة بسيخين من كل اتجاه يعني البعض يعمم يقول لك سيخ الكابل تعمل سيخين بسيخين يعني سيخين بالاتجاه الطويل وسيخين بالاتجاه القصير هذا التعميم خطأ واضح والصحيح يا كرام أنه تعد عدد الأسياخ أسفل العمود كم عدد الأسياخ أسفل العمود مثلا أربعة تقسم هذا الرقم على على اثنين واضح والصحيح ألا يقل عدد الكوابيل في كل اتجاه عن اثنين أو نصف عدد تسليح القاعدة الواقع تحت العمود أو حسب التصميم طبعا يا كرام يتم وضع كان أعلى عشائر العمود قبل الصب يعني أنا هنا عندي إيش؟ عندي بيم عندي ميدة سيتم صبها وعندي أسياخ العمود كما نلحظ لاحظوا يا أحباب أسياخ العمود طالعة من البيم من الميدة لابد أني أضع كان فوق من أعلى ليش؟ هذه الكانة تحافظ لي على حديد التسليح الرأسي هذا تحافظ على أسياخ حديد التسليح الرأسي حتى لا يحدث لها إزاحة وتبتعد عن أماكنها وهذا يحدث ما هو فقط بالميد بل حتى لما أكون أنفذ أعمدة يا أحباب في المبنى بشكل عام عندي هذا الدور وهذا الدور هنا مثلا ووضعت عمود تمام وهذا حديد العمود هنا عندي طبعا كانت استرب للأخير وكذا يفضل قبل ما أصب هذا العمود أني أضع لكانة من أعلى وضعت لكانة كانتين أفضل وأفضل لماذا؟ حتى لا يحدث تحريك للأسياخ أثناء عملية الصب وبالمناسبة طرى هذا يحدث هذا يحدث طيب طبعا يا أحباب قدم العمود يجب أن توضع على أسياخ القاعدة أنا عندي يا كرام قاعدة منفصلة القاعدة المنفصلة أو الرافت فونديشن نفس الفكرة هذه القاعدة يا أحباب فيها إيش؟ هذه القاعدة يا كرام فيها حديد تسليح سفلي فرش وغطاء تمام؟ وعندي عمود داخل بالقاعدة هذا العمود له قدم اللي هي هذه النهاية العكفة على شكل حرف أل هذه العكفة يا أحباب اللي على شكل حرف أل يجب أنها إيش؟ يجب أنها توضع على أسياخ الحديد للقاعدة البعض قد يعمل لي إياها يضع لي هذا الحديد على طبقة النظافة على الخرسانة العادية على البلين كونكريت يعني على هذه هذا خطأ لأنه يكون ملامس للأرضية واضح؟ فقدم العمود يجب أنها تكون موضوعة على إيش؟ موضوعة على أسياخ القاعدة الحديد موضوع على أسياخ التسليح للقاعدة طيب هذه يا كرام هذه مسافة الأشاير للعمود هذا يسمى أشاير اللي هو أنا عندي كان عمود لاحظه أسفل منه من أسفل وكان طالع منه حديد هذا الحديد يا أحباب هنا عندي سقف اللي هو لاحظ هذا حديد وسيصب هذا سمك السقف فوق سبت السقف يطلع عندي هذا الحديد اللي هو الأشاير هذه المسافة اللي ستطلع من فوق سبت السقف من فوق سمك السقف هذا المصبوب كم تساوي؟ تساوي ستين ضرب القطر بمعنى آخر إيش؟ هذه المسافة اللي ستبرز فوق الصبة طولها يساوي ستين ضرب الفاي ضرب قطر السيخ السيخ العمود كم؟ والله مثلا قطر ثمانية عشر ملة فستين ضرب ثمانية عشر يعطيني ألف وثمانين ملة يعني ما يقارب المئة وثماني سانتي فإذا هذه المسافة من هنا إلى هنا يجب أن لا تقل عن مئة وثماني سانتي اللي نسميها مسافة الأشائر وهي طول الحديد فوق صبة السقف يا أحباب الكرام نلحظ هنا بهذه الصورة عملية توصيل أسياخ الحديد من خلال التلحيم يعني بدل ما يعمل الميكانيكا الكابلر الوصلة الميكانيكية أو بدل ما يعمل الأوفرلاب للأسياخ يعمل إيش؟ يستخدم التلحيم طرح موضوع التلحيم يا أحباب الكرام هذا محل خلاف بين الأكواد العالمية بعض الأكواد تقول لك ما في مانع تعمله وبعض الأكواد تمنعه بعض الأكواد تمنع عملية التلحيم كطريقة من طرق وصل الأسياخ ببعضها البعض طبعا هم ليش يمنعون التلحيم؟ لأن أحباب بطر التلحيم يضعف من الخواص الفيزيائية لحديد التسليح بالتالي يجعل منطقة التقاء السيخ مع السيخ منطقة ضعف أما الأكواد اللي تقول لك لا مانع من عملية التلحيم مع هذا يدقق ويعمل بعض الاشتراطات من بينها أن لا يقل قطر سيخ الحديد عن 16 ملي متر يجب أن لا يقل قطر سيخ الحديد عن 16 ملي متر حتى تسمح لك أنك تعمله تلحيم وتعالوا نقرأ هذه يا حباب مع بعضها البعض من الخطأ وصل حديد التسليح باللحام بشكل مطلق دون التقيد بالاشتراطات والصحيح أن وصلات اللحام تستعمل للأسياخ اللي لا يقل قطرها عن 16 ملي كما ذكرنا وقلنا تكون وصلات اللحام إما بالتراكب أو باستخدام السياخ إضافية مع العلم أن لحام حديد التسليح موضع خلاف بين المهندسين وبين الأكواد العالمية فالبعض يمنعه والبعض يقبل به تحت شروط وسبب التحفظ يعني سبب أنه منع التلحيم أن عملية اللحام كما قلت لكم يا أحباب تغير الخصائص الفيزيائية للسيخ وتضعف الحديد في منطقة اللحام وبشكل عام يمكن لحام حديد التسليح عالي الشد إذا كان هذا الحديد قد اكتسب خواصه الإنشائية على الساخن أما إذا اكتسب تلك الخواص على البارد فإنه بالتسخين الناتج عن اللحام سيفقد تلك الخواص ويصبح بإجهات خضوع عادي طيب يا أحباب من الخطأ عند وجود فتحات عدم وضع حديد إضافي هذا يا كرام لاحظه هذا حديد تسليح صقف عادي وعنده هنا منور المنور اللي هو وجود إيش اللي هو وجود فتحة في الصقف اللي هو المنور طبعا المناور هذه يا كرام تستخدم لتهوية للإنارة للإضاءة تستخدم أيضا لتمديدات المواسير أحيانا مواسير المياه للمبنى تستخدم ضمن هذه الفتحات واستعمالات أخرى أشاهد يا كرام أنه أنا إذا كان عندي صبة صقف وفيها فتحة يعني أشي يعني فتحة يعني لا يوجد صبة خرسانة هنا فهنا عندي الفتحة يجب وضع حديد تسليح إضافي يا كرام لماذا؟ لأن مناطق الفتحات هي دائما مناطق ضعف تعمل لإجهادات تسبب تشرخات في الخرسانة أنا حتى أقاوم هذه الإجهادات وأمنع هذه التشرخات آتي وأضيف لها أسياخ حديد مائلة حول كامل الفتحة وطبعا لا يقل عدد أسياخ الحديد بكل اتجاه عن سيخين ولا يقل قطر أسياخ الحديد عن 12 ملي متر هذه الأسياخ لا يقل قطرها عن 12 ملي توضع بزاوية 45 ديجري وطبعا هذه الأسياخ توضع بالمنتصف بين الطبقة العلوية للحديد وبين الطبقة السفلية يتم تثبيتها وتركيبها من خلال وضع كراسي خاصة فيها يعني كراسي بحيث ترفع هذه الأسياخ ما بين الحديد العلوي وبين الحديد السفلي أحباب الكرام أنا عندي لو كان عندي صقف أو عندي مبنى لو عندي أحباب مبنى لاحظوا معي في هذا الرسم التوضيحي لو عندي أحباب الكرام مبنى هذا مبنى على سبيل المثال هذا المبنى فيه هذا عمود عندي دور أول دور ثاني دور ثالث مثلا فهذا دور أول ثاني ثالث رابع تمام الآن يا كرام لاحظوا معي العمود اللي بالدور الأول هذا يحمل إيش يحمل أحمال الدور الأول والثاني والثالث والرابع ما هو الحمل يا أحباب مع الأسف الرابع هنا عندي سهم فوق أربعة تمام سأعملها لكم هكذا هذا هو الرابع لعله يوجد ممحات ثانية يا أحباب تمام طيب يا أحباب فعندي أيضا حمل إيش يحمل الحمل الدور الرابع ما هو الحمل ينتقل من العمود اللي بالدور الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى الأول واضح؟ فالعمود اللي بالدور الأول إيحمل كل هذه طيب بالعمود اللي بالدور الثاني يا أتراه أش يحمل؟ لاحظوا يحمل حمل الدور الثالث والثاني والرابع طيب العمود اللي بالدور الثالث نفسه أش يحمل؟ يحمل أحمال الدور الثالث والرابع طيب عمود الدور الرابع إيش يحمل لاحظوا عمود الدور الرابع لا يحمل إلا نفسه يا أحباب إيش نلحظ نلحظ إنه كل ما ننزل للأسفل كل ما يكون الحمل على العمود أكبر وكل ما نطلع للأعلى يكون الحمل على العمود أقل من هذا المنطلق قالوا لك لو كان عندي مباني متعددة الأدوار والله عندي 7 دوار 8 دوار 10 دوار أكثر أقل بدل يعني إذا كان العمود هذا اللي يحمل والله مثلا 20 دور عندي هذا العمود اللي بالدور الأول مثلا هعطيك أبعاده 60 ب40 سنطي مثلا قال لك العمود اللي بالدور السابع ما هو ضروري يكون 60 ب40 نعمل لها 55 ب40 ثم العمود اللي بالدور التاسع نعملها 55 ب35 ثم العمود اللي بالدور الحادي عشر نعملها 50 ب35 وهكذا واضح؟ فأنا كل ما أطلع لأعلى أستطيع أني أقلل الديمانشن للعمود مدام أن الأحمال اللي عليه ستكون أقل واضح؟ من هذا المنطلق هذا اللي هو طبعا يسموه بالمصطلح العلمي اللي هو تخصير حديد الأعمدة أو تكريب حديد الأعمدة أو تصغير حديد الأعمدة كلها مسميات لنفس الإسم الشاهد يا أحباب أنه هذه الأسياخ هذه سيخ العمود طبعا لاحظوا عندي بهذه الصورة يا شباب هذا العمود لاحظوه يا أحباب هذا لاحظوه يا أحباب ثانية تمام هذا سيخ العمود لاحظوا من هنا ومن هنا طرى العمود اللي بالدور الأسفل كان حديد هذا السيخ كان هذا السيخ من هنا آتي لاحظوا هذا هو السيخ هذا هو بدايته فهو ما تركوا يطلع للأعلى ليش؟ قلنا نريد نقلل نريد نقلل عرضه للعمود واضح؟ فعمل إيش؟ عمل ثني للسيخ طبعا عملية ثني السيخ هذه لها اشترطات وهي أن تكون واحد أفقي لكل ستة رأسي يعني لو كانت هذه واحد سانتي الميل هنا يكون 12 سانتي واضح؟ لو كانت هذه المسافة من هنا لهنا واحد سانتي هذه من هنا لهنا تكون 12 سانتي لو كانت هذه عفاً 6 سانتي عفاً 6 سانتي كل واحد أفقي لكل ستة رأسي فلو كانت واحد أفقي تكون هذه ستة رأسي طب لو كانت هذه 2 سنطي الأفقي تكون هذه 12 سنطي وهكذا يا أحباب الشاهد أن هذا السيخ يتم ثنيه أو طيه قبل صب هذا السقف واضح؟ لابد من عمل التكريب للأسياخ قبل صب السقف وليس بعد صب السقف هذه هي النقطة يا كرام طيب المعلومة اللي بعدها بحديد التسليح والأخطاء اللي تحدث وهي يا كرام أنتم كما تعرفون أنه أنا عندي على سبيل المثال هذا إيش؟ سلم هذا الشاحط هنا البسطة الاستراحة يعني أو الصدفة هنا يا كرام عندي عزوم صح ولا لا عندي بندنج مومنت وهنا عند البسطة أيضا عندي بندنج مومنت لاحظوا يا كرام هنا هذه المنطقة طرح هذه منطقة تداخل فيها المومنت ما بين المومنت من هنا والبندق مومنت من هنا فهذه منطقة يتداخل فيها المومنت منطقة يتداخل فيها العزوم هذه منطقة حساسة بالتالي يجب وضع حديد التسليح بحيث يقاوم هذه العزوم الموجودة هنا قالوا لك نعمل الحديد على هذا الأساس الحديد السفلي لاحظ يا كرام اللي قادم من أسفل من عند الشاحط يصير عند هنا علوي والعكس بالعكس الحديد العلوي اللي قادم من هنا يعكف فيصير سفلي فأخذ شكل إيش؟ أخذ شكل المقص فهذا اللي نسميه مقص السلم السفلي هنا يصير علوي هنا والعلوي هنا يصير سفلي هنا لمقاومة هذه العزوم الموجودة عند التقاء الشاحط مع البسطة ولذا لاحظوا في هذه الصورة هنا يا أحبابي في هذه الصورة فعلا أعمل لي إياها لاحظوا حديد التسليح العلوي هذا السيخ العلوي هذا العلوي اللي قادم من الشاحط عكف وصار إيش؟ هنا صار سفلي والعكس لاحظوا الحديد السفلي استمر وصار من هنا إيش؟ حديد علوي وهذا هو الصحيح أثناء تنفيذ السلالم وهذا يا أحباب اللي هو نسميه مقص السلم طبعا يا أحبابي هذه أبرز 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 الأخطاء اللي تحدث في السياخ الحديد مع الطريقة السليمة والهندسية الأفضل في عملية معالجتها يا أحبابنا يا كرام طبعا نحن يا أحباب بهذا نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس لكن يا كرام سأقدم نصيحة أخوية أرى إن شاء الله تعالى فيها النفع لكم يا أحبتي يا مهندسين الوطن العربي ومهندسين المستقبل إن شاء الله تعالى يا أحباب الكرام يا أحباب الكرام نحن إن شاء الله تعالى داخلين على سنة جديدة والإنسان سبحان الله دائما مع بداية كل سنة يسعى جاهدا يسعى قدر الإمكان لعملية التغيير فأنا فعلا أنصحكم يا أحبابي إنكم تحاولوا قدر الإمكان إن تحدثوا تغيير في أنفسكم مع بداية هذه السنة الجديدة هذا التغيير مهم وضروري جدا يا أحباب الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسكم فأنت أنت من داخلك من دوافعك من نفسك إذا ما كان عندك قناعة إنه فعلا يجب أن تتغير لن تتغير لابد أنه أنت أول عمل تعمله هو أنك تقتنع من داخلك يصير عندك قناعة داخلية بوجوب التغيير بيعني خلاص شيء ملح قد تقول يا مهندس والله أنا أعمل أشياء كثيرة في اليوم وعندي إنجازات طيب يا بش مهندس دقق في هذه الإنجازات كثيرة ولا قليلة قادر أنك تعمل أكثر منها ولا لست بقادر صدقني ستجدها إنجازات قليلة مهما كان عندك إنجازات واسأل السؤال الثاني قادر إنك تزيد عليها ولا لست بقادر صدقني ستكون قادر بالتالي بالتالي اجعل عندك قناعة إنه يجب أني أزيد فإنه أتغير بحيث أعمل أشياء أكثر وأكثر واضح يا أحباب الكرام لابد أنه أنه نحدث هذا هذا التغيير يا أحباب الكرام لابد أنه نحدث هذا التغيير في القناعة كل شيء ينطلق من القناعة إذا لم تقتنع بهذا ستظل على حالك ستظل مجرد مهندس عادي ستظل مجرد رقم فيها مش الحياة ثم لما تموت خلاص يندثر ذكرك مع الجثة واضح يا أحباب ما ينبغي أن نكون هكذا سبحان الله الإنسان العاقل يستثمر وقته يحافظ على وقته يحاول قدر الإمكان أنه يعمل أكبر قدر من الإنجازات لحياته ولآخرته وطبعا يا أحباب لا نخفل عن موضوع الآخرة ولا ننسى موضوع الآخرة مهما انشغلنا في الدنيا لا بد أن يظل الله سبحانه وتعالى هو رقم واحد في دواخلنا الله سبحانه وتعالى هو أهم ما في هذا الكون الله سبحانه وتعالى هو فعلا فعلا ما هو مجرد كلام فعلا إذا كنت على معاصية معينة أتركها خاصة مع بداية السنة الجديدة خلاص إذا عندك معاصي تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العباد إذا تابوا وكلنا يا أحباب بشر وكلنا معرضين للأخطاء كلنا معرضين للسهو وللغفلة لكن الإنسان لا بد أن يكون عنده صحوة بعد هذه الغفلة ما يظل واقع في الغفلة فليس الخطأ من أن الإنسان يذنب لكن الخطأ أنه يصر على الذنب يصر على الخطأ أشاهد يا أحباب الكرام مع بداية السنة الجديدة أعملوا قناعات داخلية بوجوب التغيير حتى يحدث هذا التغيير إن شاء الله ثم أعملوا أهداف أعملوا خطط قل والله أنا هذه السنة أريد إن شاء الله تعالى أني أقرأ وليكن وليكن خمسين كتاب هذا كافي؟ لا ما هو كافي إيش تعمل؟ تقول كل يوم يجب علي أني أقرأ عشر صفحات فقط فقط عشر صفحات واضح؟ طبعا ما هو ضروري خمسين كتاب لكن ضاع هذا الهدف موضوع القراءة إن أقرأ كل يوم عشرين صفحة طبعا البعض يقرأ خمسين ومائة ومائتين صفحة في اليوم إي والله لا أبالغ والله لا أبالغ البعض يقرأ مائتين صفحة في اليوم مائتين صفحة كل يوم ومائة صفحة كل يوم والبعض خمسين وثمانين صفحة كل يوم لا أبالغ يا أحباب والله لا أبالغ فلابد أن يكون عندنا هذا من أولى أولويات الأهداف للسنة الجديدة موضوع القراءة أنك تصير من القراء نقطة ثانية تعمل عندك ورد من الذكر كلمة سبحان الله واحد ما سهلها كلمة الحمد لله كلمة لا إله إلا الله كلمة الله أكبر أنه عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر فتخيل يعني ويعني لا يجد إنسان فينا إلا ويأتي عليه لحظات ضعف لحظات يعني يجد نفسه فعلا متعب ما هو مرتاح نفسيا شيء أحزنه فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فيما معنى الآية ولقد نعلم أنه يضيق صدرك فيما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين لاحظ حتى أعطاك أعطاك إيش علاج لضيق الصدر علاج للحزن واللي هو إيش سبح بحمد ربك وهو قول سبحان الله وبحمده والعلاج الثاني وكن من الساجدين يعني أكثر من الصلاة هذا أيضا علاج للهم والحزن لأن الصلاة صلة وتعلق بالله سبحانه وتعالى الشاهد يا حباب الرقم الثاني بعد ما قلت أنه نقرأ كل يوم عشر صفحات أو عشرين أو كذا أنت اقرأ حتى لو خمس صفحات في اليوم إذا كنت غير معتاد على القراءة اقرأ حتى لو خمس صفحات في اليوم فيما بعد تصير أنت تلقائيا مع الأيام تزيد عدد الصفحات إن شاء الله تعالى فهذا واحد اثنين بعد القراءة قلنا الذكر اجعل لك ورد من الذكر قل والله أنا سأقول ثلاثين مرة سبحان الله ثلاثين مرة الحمد لله ثلاثين مرة لا إله إلا الله طبعا نحن عندنا خمس صلوات إذا كنت ما تقرأ هذه الأذكار في المرة أبدا يعني بعد صلاة الفجر قل سأقول سبحان الله ثلاثين مرة بعد صلاة الظهر الحمد لله ثلاثين مرة طبعا هذه الكلمة هذه يغرس لك فيها شجرة في الجنة أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام متخيل شجرة في الجنة شجرة في الجنة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصفها قال جذورها من ذهب يعني جذور الشجرة أو جذوع الشجرة من ذهب ما بالك بثمارها وورقها وخضارها وكذا كيف سيكون هذا من لو يقود ولا من إيش نص الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل جنات النعيم فالشاهد يا أحباب اجعلوا هذا أيضا من إحدى الأهداف وهي أنك تعتاد على ذكر الله سبحانه وتعالى خاصة أن ذكر الله فيه راحة فيه طمأنينة فيه سكينة للنفس فيه راحة بالة عجيبة قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب القلب يطمئن والله يرتاح بذكر الله سبحانه وتعالى فنكثر يا أحباب من الذكر طبعا كبداية ابدأ بالقليل قل عشر مرات فقط عشر مرات سبحان الله عشر مرات الحمد لله ثم كما قلت لكم يا أحباب مع الأيام لما تعتادها تلقائيا تصير تزيد دعم نبدأ بالقليل حتى تعتاد النفس وتسكن إليه ثم فيما بعد هذا نصير نزيد إن شاء الله تعالى كذلك يا أحباب من ضمن الأهداف اللي يفضل أنه نسعى لعملها هو القراءة ضمن التخصص يعني أنت مهندس مدني اقرأ ضمن التخصص اقرأ ضمن التخصص أنت مهندس مدني اقرأ في الهندسة المدنية دائما تابع التخصص لأن العلم يا أحباب بتطور مستمر والمعلومات اللي نعرفها اليوم بعد ثلاث سنوات تراها تصير معلومات قديمة نقراها اليوم ونعرفها بعد ثلاث سنوات مع هذا التطور الهائل في العلم تصير معلومات قديمة فلذا لابد من لابد من كثرة متابعة المجال يا أحباب والتخصص يا أحباب الكرام كذلك يا كرام من ضمن الأهداف اللي حاولوا إن شاء الله تعالى أنكم تضيفوها هي صلاة لا أقول صلاة الفارد لا صلاة الفارد خلاص مفروغ منها لابد من صلاة الفارد هذا ما يحتاج نذكركم فيه هذا ما يحتاج نذكركم فيه لكن نقول صلاة السنة اللي هي أربع ركع قبل الظهر ركعتين بعد الظهر عفر ركعتين قبل الفجر ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ليش؟ لأن الرسول الرسول السلام قال من صلى اثنى عشر ركعة لله في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة أو قال قصرا في الجنة لا أدري أيهما قال أظن بيتا في الجنة طبعا أنت متخيل بيت في الجنة؟ بيت في الجنة بإيش؟ باثنى عشر ركعة في اليوم واللي هي هذه صبوة هي هذه ركعات السنة أيضا عندنا ركعة الوتر نحاول يعني قدر الإمكان أن نتقرب لله أكثر لابد أن يكون الله صلى الله عليه وسلم هو الهدف الأول في الحياة يا أحباب لطالما عدت وزت وأعيد وأزيد وأكرر لابد أن يكون الله هو الهدف الأول في الحياة وقبل كل شيء والله قبل كل شيء هو رقم واحد فنحاول يا أحباب أنه نتقرب منه لماذا؟ لأن نحن بالنهاية مهما عشنا في الحياة سنموت وننزل إلى القبر مهما عشنا سنموت وننزل إلى القبر لاحظوا الآن على سبيل المثال أعطيكم مثال بسيط سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كم له ميت؟ له حوالي أكثر من ألف واربعمائة سنة اللهم صلى وسلم ومبارك عليه أكثر من ألف واربعمائة سنة طب هذا يعني أو ثلاث وستين أو واحد وستين سنة طب هذا كل حياته في الدنيا ستين سنة طب تخيلوا بالقبر كم ألف أكثر من ألف واربعمائة سنة نحن كذلك ربما تموت أنت على سن العشرين على سن الثلاثين ما تدري الوفيات كثيرة في هذه الأيام ومسببات الموت كثيرة هذا اللي يموت دهس هذا اللي يموت في حادث سير هذا اللي يموت في سرطان هذا اللي يموت بكذا ما تدري كيف تموت وهذا اللي يموت بذبحة يعني موت مفاجئ بدون أي أعوارد بل وحتى هذه الذبحة صارت تصيب الرياضيين صارت تصيب الرياضيين مع الأسف واضح وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى بالنهاية فالشاهد أنه الإنسان إذا مات خلاص قامت قيامته وانتهى عمله ولا يعود ثمة مكان ولا متسع للرجعة خلاص انتهى أنت كنت مخير في الدنيا وأنت اللي اخترت أنك تظل في طريق الباطل مع الأسف فلا يا أحباب فليكن رب العالمين سبحانه وتعالى رقم واحد لأن الدار الآخرة لأن ما يفصلنا عن الدار الآخرة هي مجرد لحظة مجرد لحظة تفصلك عن حياة البرزخ تفصلك عن عالم الدنيا بأسره لحظة بلحظة تنتقل من الدنيا للآخرة بقرار طائش بعمل خاطئ ربما تسبب لنفسك الموت لا سيما نحن أعمال الهندسة المدنية اللي يعملون في الموقع اللي يعملون في المشاريع هذه فيها نسبة وفيات يعني مع الأسف تعرفون كلكم أنا متأكد أن كل المهندسين اللي يسمعوني واللي يعملون في المشاريع اللي لعله مر عليه واحد ولا اثنين ماتوا في المشاريع واضح فما تدري أنت كمهندس قد تسقط وتموت وهذا حدث ويحدث فالشاهد يا أحباب أنه نجعل الله رقم واحد نكثر من اهتلاوة القرآن قراءة القرآن فهم القرآن والله فهم القرآن فيه راحة فيه راحة عجيبة فيه راحة عجيبة أتحدث عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى كذلك قلنا يا أحباب من ضمن الأهداف القراءة القراءة اللهم صلى الله عليه وسلم محمد غير القراءة الذكر لا بد أن يكون عندنا ذكر عندنا يا أحباب الصلوات السنن نضيفها على قاموسنا في اليوم كذلك قلنا يا أحباب التقرب من الله الخامسة يا أحباب الكرام هي العلاقات العلاقات وأول شيء في العلاقات أمك ثم أمك ثم أمك أي شخص يا أحباب فيكم عنده أم فليتقرب منها تعمل تحصل اعطيها من راتبك اعطيها بحيث تكفيها مؤنتها الأم يا أحباب هي أول شيء ثم الأب ثم الأخ ثم الأخت والأخ فالأقرب فالأقرب وهكذا هذه صلة الرحم هذه صلة الرحم يا أحباب إذا كان يوجد منكم من قطعها فليصلها يا أحباب الكرام فليصلها ويكون عنده هدف أنه أنا أصل الرحمي عندك أعمام عندك أخوال عندك أولاد عام أولاد خال أعمل لهم ورد كل شهر كل شهرين تتصل عليهم تذهب عليهم تزورهم كذا هذه صلة الرحم لابد يا أحباب أنه نجعلها أيضا من أهدافنا كذلك تتعرف على مدراء تتعرف على مهندسين أكثر هذه كلها علاقات هذه العلاقات يا أحباب لابد أنها تكون موجودة في قاموس الناجحين كذلك يا أحباب عندنا الإنجازات الأهداف المادية المالية لابد أنه تطور من نفسك أكثر تسعى أنك تحصل أموال أكثر يعني بالنهاية نحن ترى ديننا يا كرام ما يقول لك والله تكون فقير ومنتوف وتعتمد على الآخرين وتأخذ من الآخرين لا بالعكس اعمل واجتهد وعمل للدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وإذا الآية القرآنية لا أدري ما هي بالضبط نسيتها مع الأسف لكن فيما معناها وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه واضح يا أحباب فالإنسان يسعى يسعى أنه أنه يطور من نفسه يطور من دخله يطور من ذاته يطور من علاقته مع الله يطور في علاقته مع الآخرين وأيضا من ضمن الإنجازات الإنجازات العقلية اللي هي إيش اللي هي قلناها ذكرناها اللي هي القراءة بشكل عام القراءة ضمن التخصص هذه يا حب أبرز النصاح اللي أحببت أن يقدمها لكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلنا وإياكم من الأشخاص الناجحين وأن يجعلنا وإياكم يا أحبابنا الكرام من الأشخاص الذين يجعلون الله هدفهم الأول في الحياة ويجعلون تقرب من الله هدف يا أحباب الكرام وأن تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحبيب رب العالمين في الآخرين أيضا يكون من ضمن الأهداف فهذا أيضا هدف أنك تعمله هدف أنك تدعو إلى الخير وجدت شخص عمل لا يصلي تدعوه إلى الصلاة وجدت شخص مقصر في قراءة القرآن ادعوه إلى قراءة القرآن وجدت شخص لا يغض بصره عن النساء ينظر إلى النساء تدعوه للخير تدعوه للخير كل هذا خير يا أحباب فلابد أن يكون عندنا هذا الهم هذا الهدف أن نحاول أن ننصح الناس بالكلمة الطيبة بالكلمة الجميلة يعني ما نأتيهم بالشدة ولا بالغذة الشدة والغذة يا أحباب صدقوني ما تعمل شيء الشدة والغذة لن تحبب هذا الشخص في الذي تنصحه إياه فننصح بالكلام الطيب كل هذا يا أحباب كل هذا خير ويصب في مصلحة من؟ يصب في مصلحة المجتمع اللي نعيش فيه منحن بالنهاية فرد فرد على فرد يعمل إيش؟ يعمل مجتمع واضح؟ فإذا صلح الفرد يصلح المجتمع إذا صلحت الأفراد تصلح المجتمعات فلابد يا أحباب أنه يكون هذا أيضا إذا كنت تحب بلدك تحب وطنك اللي تعيش فيه تحب مجتمعك اللي تعيش فيه لابد أن يكون عندك هذا الهدف هدف الإصلاح وكما قلت لكم ما هو إلا أعمال خير ونصح للخير واضح يا أحباب؟ أكثرت عليكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته